بسم الآب والإدن والروح القدس الإله الواحد أمين أريد أن أكلمكم اليوم عن كيف تستقبلون عاما جديدا طبعا منهج دعوه بالكتاب اللي عملناه يعني كلام منهج دخل هو العام الجديد مفروض أن يكون جديدا في حياة الإنسان الداخلية جديدا في أفكار الإنسان في طباعه في عاداته في روحياته زي ما بيقول القديس بولس الرسول في إصحاح 12 من الرسالة إلى روميا تغيروا عن شكلكم بتجديد أزهانكم تجديد الطبيعة بيكون في المعمودية لكن تجديد الزهن بيكون في التوبة وفي النمو والروحي لما أنتم بتحتفلوا بعام جديد لا شك أنكم بتحتفلوا أيضا بضياع عام قديد يعني الناس دائما يفرحوا أنه ابتدوا عام قديد لكن كل عام بتبتدوه معناها أن في عام آخر انتهى إلى الأبنس مفروض أن العام اللي يكون مضى يكون مضى وقد أخذتم فيه خبرات روحية أخذتم فيه فوائد روحية نافعة لكم أخذتم فيه لونا من النمو الروحي من المعرفة الروحية من الإدراك الروحي العام اللي مضى أيضا يحسبكم فيه الأوقات التي تكون قد مرت مع الله وأوقات نافعة يعني ممكن إنسان يعد يفكر بينه وبين نفسه يقول كم هي الأوقات الضائعة التي ضاعت من هذا العام 88 ولم أستفد منها شيئا أو كم هي الأوقات التي أسأت فيها خلال هذا العام فلا أنا استفدت ولا جعلت غيري يستفيد هل أخذت في العام الماضي دروس في حياتي يمكن أيضا أن أعطيها للآخرين أو على الأقل تنتفع بها نفسي إن العام مر دون أن آخذ منه شيئا على أي الحالات نفكر في العام الجديد أول حاجة في العام الجديد إنك لابد إنك تتخلص من الأخطاء التي تكون عندك تتخلص من الخطايا وتتخلص من النقائس وتتخلص من الطباع ومن العادات التي تضرك لكن علشان تتخلص من أخطائك لابد تعرف ما هي أخطائك عشان تتخلص من أخطائك لابد تعرف ما هي أخطائك وللأسف الشديد إن كل إنسان سعاد بتكون نفسه جميلة في عينيه وما يشعرش بكتير من أخطاء لأنه لا يعرف أخطائه ولا يراها أو أيضا لا يحب أن يراها فبتبقى أخطائه كما هي إذن أول نصيحة حاول إنك أنت تعرف أخطائك عشان تتركه مشكلة أيوب الصديق كما قال الكتاب إنه كان بارا في عيني نفسه كان بارا في عيني نفسه ومشكلة كثير من الناس إنهم لا يرون أخطائهم وإذا كشف لهم البعض أخطاء في حياتهم يتخذونه عدوا اللي يقول له أنت غلطان فدي أو فدي أو فدي يزعل معاه يتخاصم معاه يكرهه يقول له أنت ما بتحبنيش أنت بتنتقدني أنت بتعرضني عشان كده بيبقى الناس كما هم في أخطائه حاول إنك أنت تعرف أخطائك لأن معرفة الخطأ هي أول خطوة في إصلاح النفس أول خطوة في إصلاح النفس إنك تعرف خطأك وبعدين تصمم إنك تتركه وبعدين تسلك في الطرق العملية لتركه وبعدين تقاوم زي ما بيقول بولوس الرسول موبخة من العبرانيين لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد القطي تقاوم بكل ما عندك من قوة تقاوم بكل ما تعطى من نعمة تحاول أن تخلص ذاتك من ذاتك من هنا كانت أهمية معرفة الذات الإنسان بيعرف ذاته أولاً عن طريق جلسة هادئة صريحة مع النفس جلسة لا يجامل فيها نفسه بل على العكس يكون شديداً عليها بالنسبة للآخرين كن لطيفاً ولا تكن قاسياً في أحكامك عليهم لكن بالنسبة لنفسك كن شديداً وحاسب نفسك جميلة جداً كلمة القديس مكاريوس الكبير أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك ولعل عبارة القديس مكاريوس دي أخذتها من كورونسوس الأول 11 ألها بولوس الرسول في كلامه عن محاسبة النفس قبل التناول وإبعد بعداً كاملاً عن تبرير الذات وعن تقديم الاعتذارات عن نفسك يعني لا تبرر نفسك بأي اسلوب ولا تعذر نفسك إطلاق كثير من الأخطاء ملفوفة في أعذار وملفوفة في تبريرات وكثير من ناس يحبوا أنهم يكونوا أمام الآخرين بلا خطأ وبلا عيب ويتعبون إن نبهوا إلى خطأ أو عيب تلاقي واحد مقبلته ليك مش زي زمان ووجهه هو بيكلمك مش زي زمان ليه؟ لأنك قلت له أنه غلطان في موقف من الموقف يتغير القديس الأنبى أنتونيوس يقول إذا بكتك أحد من الخارج بكت نفسك من الداخل إذا بكتك أحد من الخارج بكت نفسك من الداخل علشان يبقى الخارج والداخل هما الاتنين ماشيين مع بعض مش تبكت نفسك زي بعض الرهبان يقولك أخطيت ويدرب مطد ولو قلت له أنت أخطيت يزعل منه هي عبارة روتينية فريضة رهبانية أنه هو بيفرطها على نفسه وجايز يقولك أخطيت ووشه محمر ومكفهرت وبين في عينه الزعل وبين في لهجته الزعل برضو طبي أخطيت أخطيت بأسلوب زعل مفهوش التوابع مفهوش انسحاق القلب مفهوش الشعور الحقيقي بأن الإنسان أخطأ الإنسان الأخطأ يعمل زي العشار اللي دخل الهيكل لم يجرؤ أن يدخل إلى قدام فوقف من بعيد ولم يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق وقال ارحمني يا رب فإني خاطئ بنفس مزلولة نفس مزلولة أمام الله وأمام ذاتك احنا في كل يوم في كل يوم بل ومرات عديدة في كل يوم نقول ارحمني يا رب كعظيم رحمتك ارحمني الله كعظيم رحمتك وبنقول لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع ولكن في داخلنا ما فيش الشعور بأن احنا غلط أنا عايز الإنسان يشعر بأخطأه زي واحد يقول لك أنا أخطأ جميع الناس ولكن لو جلس يحاسب نفسه بالزبط يقول لك برده مش معقول ما أخطأ جميع الناس معقول إن أنا زي فلان ولا زي فلان مستحيل فاعرف نفسك وحاسب نفسك ولا تجامل نفسك وطلع أخطأك وبعد ما تشوف أخطأك كل مش عايزة أشوفها تاني إن معرفتش أخطأك اعرفها من أحكام الناس عليك اعرف أخطأك من نصائح الأحباء لك واعرف أخطأك من توبيخات الكبار لك واعرف أخطأك من انتقاد الآخرين لك ولا تظن إن كل انتقاد ليس في موضعه خدها كده بفحص بس مش كل حاجة تقل عنك تقول هي مزبوطة يعني وإلا هتتوسوس في كل حاجة لكن كل كلمة انتقاد خذها وإفحصها في داخلك فحصا دقيقا صريحا في غير مجاملة إن لقيت العيب موجود فيك قل أنا أشكر فلان اللي نبهني للعيب ده وتحاولت أبطل إن ما لقيتوش موجود فيك مرر الموضوع يعني القديس يوحنى زهبي الفم بيقول الذي يبكتك على خطاياك اتخذه لك صديق اللي بيشرح لك أخطاءك اتخذه لك الصديق لو واحد قال لك إنك انت غلطان ولقيت نفسك سخنت شعبت من جوه أعرف إنك انت من النوع اللي يحب الكرامة وبيتأثر من كلمة غلط والحتى لو ما فياش فيه الغلط ده فيه حكاية إن أنا بزعل وبتأثر لما حد يوبخل جايز واحد ما يقولكش خطأ لكن تتكلم كلمة أثناء ما تقوله كلمة تلاقي وش يتغير وتعلم فتعرف إنك انت جرحته حتى من غير ما يقولك حاجة من ملامحه تعرف إنك انت غلط أو تتكلم كلمة أصد واحد تلاقيه إش مأز أو ادايق ولو إنه ما قالكش حاجة لكن تعرف من ملامحه إنك انت غلط أو تقول كلمة تلاقي أن لقصادك مفيش تجاو وصمت وسكت تعرف إن الحكايم كانتش مضبوطة برضو يعني مش ضروري تفهم من كلام الآخرين إنما من ملامحهم من انطباعتهم من نظراتهم من تأثرهم وتشوف الكلام أيه ماشي إزاي زي واحد مثلا يقول نقطة ويلاء الناس ما تحكوش مش ضروري يقولوله النقطة يعني مش نقطة لكن مجرد إنهم ما تحكوش معناها إن يعني من تلقاء نفسك افهم إنها مش نقطة فأنت برضو جايز تعمل كده مع الناس بتصرفهم يعني جايز تفهم من موقفهم الإيجابي من نحوك وجايز تفهم من إيه من موقفهم السلبي من نحوك يعني جايز تتأخر في الشغل ورئيسك ما يقول لكش يا فلان إنك أنت اتأخرت أو مهمل في الشغل إنما مجرد تخش الشغل تنقيب يبص في ساعة ومجر ما يقول حاجة فأنت تفهمها إذا كنت حساس إذا كنت حساس فأخليك حساس فأخليك إيه حساس وحاول إنك أنت تعرف من معاملة الناس ليك لا تكن بارا في عيني نفسك يبقى أول حاجة قلناها تعرف ذاتك عن طريق جلوسك إلى نفسك وفحصك لذاتك تاني نقطة تعرف ذاتك عن طريق كلام الناس أو نصائحهم أو توبيخاتهم أو سكوتهم أو ملامحهم تالت نقطة تعرف ذاتك في ضوء تعليم الكتاب المقدس في ضوء الوصية كل ما تقرأ وصايا الكتاب تقدر تعرف الحاجات دي موجودة عندك ولا لا مش ضروري حتى الوصايا حتى في الصلاة لما تقول واغفر لنا كما ناغفر وتلاقي أنك أنت ما بتغفر شي يعني حاول أنك أنت تعرف نفسك في ضوء تعليم الكتاب في ضوء تعليم الكتاب وفي ضوء المفهوم العام والتقاليد والعرف يعني مثلا لو أحد يقعد في الاجتماع يمضغ لبان الكتاب ما قالش لا تمضغ لبانا في الاجتماعات لكن هو من نفسه مفروض يعرف أنه ده أمر ماش مزبوط مش مزبوط واحد يكون في اجتماعه واللي بيكلم وهو بيكلم اللي جنبه يبقى الريس في حسابه يموت في حسابه وهو الكتاب ما قالش كده لكن هو من تلقاء نفسه الانسان الروحي حساس جدا يفهمها كده وهي طير يفهمها ايه وهي طير يعني منتظرش الغيط لما غيره ويوبخه لا يفهمها الوحدي جايز واحد عارف انك انت حساس وتتعب لو وجهك لخطأك فيتكلم كلام عمومي ولكن الكلام العمومي فيه ما يمسك ولازم تفهم تفهم نفسك ايضا في دور تعاليم الاباء واقوال الاباء وفي ضوء سير الادسين وفي ضوء ايه سير الادسين كلما الانسان يقارن نفسه بسير الادسين يلاقي نفسه في الموازين الى فوق يعرف نفسه انه ناقص بس تعرف نفسك ايضا في ضوء الخطايا المتكررة في كل اعتراف او حتى ان لابن تعترف لكن انت عارف انها خطايا متكررة وتعرف نفسك ايضا في ضوء اطباع الثابتة فيك يعني طبع موجود عندك من كذا سنة ولسه موجود لحد دلوقتي ومتعرف انه خطأ ثابت لازم يتغير تعرف نفسك ايضا في ضوء المبادئ والقيم في ضوء المبادئ والقيم يعني انسان الى انه بيكلم واحد كبير عنه بصوت عالي باسلوك غير لا في كل المبادئ ما تقولش كده ده مش بس حتى الروحيات ما تقولش كده ده الفضائل الاجتباعية العادية ما تقولش كده يقول لا لازم ما عملش الحكاية دي يلا ما بيحترمش واحد اكبر منه يقول لا لا الحكاية دي ما تبقاش كده يلا نفسه بيعامل اب او ام كمعاملة الند يقول لا ما تلقش الحكاية دي بيتكلم مع الكاهن كأنه بيتكلم معلمان يقول ما يلقش الحكاية دي في مبادئ في قيم الواحد لازم يفهمها عشان الناس يفهموا الروحيات ويفهموا انفسهم لازم يفهموا ايضا المقاييس السليمة للفضيلة ما معنى القوة ما معنى الحرية ما معنى الشجاعة ما حدود الشجاعة ما معنى الاصلاح في الكنيسة ما حدوده من الذين لهم حق التدخل في الامور كل واحد يفهم هو ماشي ازاي في الدنيا دي يوزن نفسه وزنك ويسك وإلا مش يتغير أبدا ازاي انت تتغير ان لم تشعر بضرورة التغيير ومتى تشعر بضرورة التغيير ان ما كنتش عارف ان فيه حاجة غلط لازم تتغير ولهذا نجد ناس طبعهم هو هو من قمة عشر سنين او اقل عادتهم هي هي من قمة سنوات طويل اللي فيهم هو اللي فيهم لانه ما بيفكر شي يغير نفسه فلازم فلازم كما تغير نفسك وتصحح ذاتك لازم تصحح موازينك واحكامك على الامور تصحح موازينك واحكامك على الامور عشان تعرف اين هو الخطأ والصواب لان الكتاب يقول هلك شعبي من عدم المعرفة هلك شعبي من عدم المعرفة من عدم معرفة انفسهم ومن عدم معرفة المقاييس السليمة للامور لذلك السيد المسيح وان كان قد تجسد بسبب الفداء اولا الا انه ايضا من الاسباب الجانبية لتجسده انه ابتدى يعدل الموازين ويعدل القيم ويصحح المفاهيم اللي موجود عند الناس عشان كده كان بيقول لهم سمعتم انه قيل اما انا فاقول لكم هو لم ينقض وانما بيصحح المفاهيم وعشان كده واحد يغلطو لما اتكلمو يقول لك ياه وهو ده غلط تقول له ايوه غلط ما تططبش على بابسك واللي يططب عليك جايز بيدر المثل بيقول اللي بيدحكك بيدحك عليك واللي بيدحك عليك بيدحك عليك دي مسألة ان الانسان يجي في بدء العام عشان يغير نفسه ويصحح نفسه يجلس مع نفسه ويعرف اخطاء بس انا بقول لكم قبلها بثلاثة ايام يعني قبلها ايه يعني عندك فرصة كل واحد معه فرصة قد يوم ويومين ويقوم في اليوم الثالث يصحح نفسه بدء العام مش معقول انك هتقف في اول السنة وتقول له يا رب هحسر نفسي اكثر من كده مش معقول هو اكتر من كده فيه ايه بس يصحح نفسك دين من واحد ثانيا لا يكفي هذا وانما يلزم ايضا نموك الروح نموك الروح نموك في كل فضيلة من الفضائل انت تدرب نفسك عليها يعني مثلا ممكن تقول ما مركز فضيلة الوداع في حياتي ما مركز فضيلة التواضع في حياتي ما مركز فضيلة الطاعة في حياتي ما مركز فضيلة الرجاء في حياتي النظرة المتفائلة المستفشرة باستمرار هل انا باستمرار خواف هل انا باستمرار بتنكد هل أنا باستمرار أتوقع الشر إيه مركز الرجاء الفرح أنا الأسبوع اللي فات كلمتكم عن الآية اللي بتقول تعظم نفس الرب دي بعديها تبتهج روحي بالله مخلص ما مركز هذه الآية في حياتي تبتهج روحي بالله مخلص هل أنا فرحان بالرب فضيلة الفرح بالرب دي موجودة في حياتي وإن ما كانتش موجودة توجد إزاي وإن ما كانتش موجودة توجد إزاي الابتهاك بالرب تبتهج روحي بالله مخلص ياريت السنة الجديدة الإنسان يستقبلها باستبشار بفرح فرح بالرب الذي يخلصه من كل خطأ يصلي إن ربنا يكون معاه ويكون عنده ثقة إن ربنا فعلا هيكون معاه طبعا أنا ممكن نسألك هذا السؤال ما مدى ثقتك باستجابة الصلاة وإيمانك بإن ربنا معاك وإيمانك بإن ربنا يخلصك موجودة عندك دي في حياتك تقدر تقول أنا فرحان بالرب ببهدت خلاصة ولا العام الجديد يبتدت نكد وما أكثر النكد ما أكثر النكد يجي العام الجديد واللي يقول جابولي إيه على العيد جابولي إيه جديد في العام الجديد ما جابوش نكد وعيات وزعل الشيطان بيلعب بيك ده ممكن إن الشيطان ياخدك يفرجك على شوي الفاترينات يقول لك بفضل ما معاملة أبوك وأمك ليك وصد الفاترينات دي من جاهة النكد ده كتير ممكن لو أحد يتنكد في بداية العام عشان فيه امتحانات نص السن وبتيجي دايما في بداية العام الجديد اللي عايز يتنكد ليه أسباب كتير خاص واحد يقول هديني بحضر اجتماع البابا بقاله عشر سنين وما دونيش تذكرة أحضر بها العيد ونكد وزعل وجايز اللي ما عرفش هو زعلان ليه ومال مين هو وتبقى نكد ما هو ممكن اللي عايز تنكد يتنكد أنا عايزك تبتدي العام بطريقة مستبشرة بطريقة فيها فرح فرح بالرب الناس يشوفوك في فرحك بالرب يحبوا الدين من أجلك يقولك أنا أحب الدين عشان أبقى سعيد زي فلان ما هو فرحان بربنا باستمرار فرحان لكن تفتكر محاسبتك لنفسك على السنة الماضية يخليك داخل البيت معاية وخرج من البيت معاية والناس يقولولك معاية ليه تقولولهم أصلي رأس السنة هو رأس السنة من يشغل رأس كلها دموع أصلي بكي على خطيائك يا حبيبي ابكي على خطيائك جوة قطتك المقفولة لكن ما تبكيش على خطيائك وصادر الناس وصادر الناس الناس ما يحبوش منك أصاد ربنا يبكي على خطيائك زي ما انت عايز وأصاد ربنا حط اليافطة الطويلة بتاعتك بكيابة الوقف يصلح القلب لكن أصاد الناس خليك بشوش ومبسوط وفرحان بربنا يقول تبتهج روحي بالله مخلصي تعرض نقائصك أمام الله وتقول يا رب اديني القوة إني أتخلص منه وأنت اللي هتخلصت منها وأنا واثق إن كنت هتخلصت منها واثق من قلبك مش شرط أصاد ربنا تقول له كلامها ربنا عاد إذا كنت أنت واثق ولا مش واثق لأن فيه واحد يقول أنا واثق إنك تخلصت منه وهو مش واثق وشوف إيه الاعترافات المتكررة في حياتك باستمرار واللي أب اعترافك بيقولها لك عشية وباكر وقت الظهر وبيقولها لك الشهر ده والشهر اللي فاته والشهر اللي جاي وحاول تبطلها أو هتفتكر أنك هنبطلها في العالم الآخر أو تبطلها في المطهر زي ما بيقول أخوانا الكاتوليك أو أي حاجة أنت لازم تبطلها هنا تبطلها إيه؟ مش هنا في الاجتماع هنا في الأرض يعني في هذه الأرض وتبتدي تنمو في الحياة تنمو في الحياة تنمو في محبة الله وتنمو في محبة الناس وتنمو في محبة الفضيلة تنمو في الثلاثة دول تنمو في محبة الله وتنمو في محبة الناس وتنمو في محبة الفضيلة وتشوف إيه الأشياء التي تمنعك من النمو الروحي وتحاول أنك انت بفحصك للأسباب تقدم لنفسك طريقا روحيا سليم ده اللي أنا عايز منك في بدء العام لأن بمقدار ما تنموها هنا على الأرض بمقدار ما تكون مكافأتك في السماء تصدقوني مرة واحد أرى كتاب الدربي السلم بتاع يحنى يحنى كليماكوس كتاب الدرجة أو كتاب سلم الفضائل أو سلم السماء الآخر ويحنى كليماكوس حط فيه 30 درجة من درجات الفضيل فبصي لي كده وقال لي ده ولا الدرجة الأولى أنا وصلت لي ولا أول درجة ومالقيت 30 درجة دولة هيخدتوا من لوحة أمس فيه ناس واخدين الدنيا كده بلا مبالاة بعدم اهتمامي يقولي عما أنا هنكد على نفسي واعد أفحص في ذاتي واجب لنفسي أمراض نفسية خليني مبسوط خليني ايه مبسوط زي واحد عنده ضغط ويرفض يمسك جهاز الضغط يشوف يقولها عاكنا نفسي لجهاز ضغط ولا بتاعه خليني بعيد أو واحد يمكن عنده اشتباه مرض سكر ويرفض يحلل السكر والأحسن يطلع عندي أفعط طب افرض ما استخدمتش التحليل ولا الأجهزة انت هتتصلح وهتشفى ولا المرض يبقى كما هو أحسن تفحص نفسك وتشوف انت ماشي فين وتحاول انك انت تنمو روحيا كل يوم تنمو عن اليوم الآخر كل يوم تكتسب شيئا جديدا كل يوم تاخد خبرة روحية زيادة كل يوم تتصلح حياتك عن اليوم من قبل منه وتسأل نفسك هل زي ما انا كبرت في السن كبرت في روحياتي هل انا زي ما انتقلت من مرحلة الطفولة الى الشباب الى الربولة هل انتقلت في روحياتي الى النطب الروحي ايضا ولا لا هو دا اللي احنا عايزينه في اول السنة وعايز اترككم الى انفسكم لذا المعود انصحكم كتير وكل واحد يمسك ورأة وقلم ويد نفسه كان نهايته يشوف اين النمر اللي اخدته وازاي يتصلح وان شاء الله نتقاب اليوم احباشر يناير وكل سنة وانتو طيرين